أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول من علاج للوسواة والأفكار الخبيثة التي تأثير المسلمة في الصنوات وفي غير الصنوات مع تحسير القول في كثيرة التخلص من مدافل الشيطان نعم على المسلم وإذا أراد يصلي أولا إنه ما يدفل الصلاة وهو مشوش الذكر لا يدفلها إلا وهو هادئ البال يعني المجلب على المسوشات فلا يصلي في مكان لا يستريح فيه لشدة برضه أو لشدة خره أو لكونه يؤذي المصلب بالشوك أو بشيء يضايق المصلب يكون في مكان مناسب ثانيا لا يدفل الصلاة وهو مشغول بالبول أو الغاية قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان البول والغاية لا يدفل الصلاة وهو حاق بالبول أو أن الغاية أيضا يضايقه فليتخلى من هذه الأمور يقضي حاجته ثم يتوضى ويصلي كذلك لا يدفل الصلاة وهو بحضرة طعام مجتهيه قوله صلى الله عليه وسلم لا حضر العشاء فابدأوا به لا صلاة بحضرة طعام فيأخذ من الطعام قدر رعبته ثم يصلي كذلك لا يدفل الصلاة وهو كائر النفس بسبب العجلة بالمشي أو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فأمشوا وعريكم السكينة فما أدرفكم فصلوا وما فاتكم فأكموا برواية الرقل فلا يسرع إلى قادمة للصلاة بل يمسي الهوين بحيث لا يكور نفسه ويفهم ويفهل في الصلاة وكذلك يشوش عليه كل هذه أمور مقدمات للدخول في الصلاة لأن يدفل فيها وهو مرتاح للنفس وفي أثناء الصلاة إذا عرض له هواجس يدفعها يجب عليه أنه يدفع الهواجس يفكها ويقبل على صلاةه تجفكر أنه في صلاة وأنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى تجفكر هذا لهذا الشرع بعد الاستفتاح أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفع عنه نسوات الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح وقبل القراءة ترجمة نانسي قنقر